السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لما تكتب عليها جوجل سميرة موسى مجردة كده هتلاقي نتائج البحث جايبها لك سميرة موسى واحدة بس والناس كلها بتحاول تعرف متت ازاي وممكن تلاقي اسم رأي إبراهيم بيظهر جنبها في محركات البحث رب يا مين سميرة موسى دي أصلا سميرة موسى دي بنت مصرية تولدت في محافظة الغربية يوم 3 مارس 1917 وتقتلت في كاليفورنيا يوم 5 أغسطس 1952 متت عندها 35 سنة لو انت بقى أو انت كنت مع سميرة موسى في الفصل أي فصل من أولى لحد ما تخلص شهادك فرصة انك تبقى الأول في الفصل ده مستحيل البنت الصغيرة اللي اسمها سميرة موسى ما كانتش بتسيب لحد خالص الأول من أول أولى ابتدائي وليوغض الأول على طول والحكومة في الوقت ده كانت بتدي منح تفوق للطلبة دول مش للطالب بس بقى لأ للمدرسة كمان اللي طالع منها الطالب الأول وده في حد ذاته كان بيخلي المدارس تبقى مسكة فيها لدرجة انها لما جات تنقل في سنة من السنين عشان تروح مدرسة حكومية فيها معمل تشتغل فيه نظرة المدرسة عملت لها معمل مخصوص في المدرسة عملت بقى من منحة التفوق من غيرها المهم ان هي عملت دعشة البنت ما تمشيش نظرة المدرسة دي كانت نبوية موسى للي عرفها المهم تصرفولها وعملولها معمل في المدرسة يعني انت مطلوب منك تعمل اللي عليك وهتلاقي ربنا بيفجأك بحاجات انت ما تتخيلهاش هتلاقي ربنا بيسر لك أمرك كده وبيسخر لك بشر يخدموك وانت مش عامل حاجة خالص بس تتعمل اللي عليك في الحتة بتاعتك والحتة التانية هتلاقي ربنا بيوفقك فيها من غير كلامة ميرا موسى حتى لما خذت بكاليريوس العلوم وهي عندها 22 سنة طلعت الأولى على كلية علوم ولا يزم تبقى معيدة المدرسين الأجانب في الكلية اتحبلوا واعترضوا بقى بشدة جدا بس عميد علوم القاهرة وقتها طلع قرار تعينها وسب المدرسين الأجانب يغبطوا دماغهم في الحيط بص ساميرا موسى وهي في قولة سنوية عملتي ساميرا موسى وهي في قولة سنوية عادت صياغة كتاب الجبر وعملت نسخ منه في مطبع تابوها ووزعت على زميلها كان عندها ساعتها 16 سنة استاهل اقول عنها الكلام ده طبعا تستاهل ليه تقتلت؟ عشان اخذت ماجستير في التواصل حراري للغازات وسافرت بريطانيا عشان تدرس الأشعة النوية واخذت الدكتوراه في الأشعة السينية وتأثيرها على كل حاجة خلصت الرسالة بتاعتها في سنة ونص واشتغلت على معادلة تخليك تصنع قنبلة نووية من مواد رخيصة ومتوفرة للجميع زي النحاس المهم ان أبحاثها دي مهتموش بيها في الغرب ولا حتى الشر مهتموش يسجلوا أبحاثها دي أصلا ولا النتائج بتاعتها طب لو الأبحاث دي هبل وكلام على الفاضي كانت تقتلت ما هم حدش هيهتم يضبر قتل حد عن طريق حدث عربية نقل تدخل في عربية ملاك تخودها وترميع من فوق الجرف خالص تطير من ارتفاع 40 متر دي مش حدث تصير نروح للحادثة تاني بس تشوف عقلها بيفكر ازاي في سنة 45 لما أمريكا ضربت الأنبلتين النويتين هي شافت تأثيرهم وشافت الضمار طبعا اللي هم عملوه فيروشيما ونجازاكي ساميرا موسى بقى بقت بتنادي بزيادة انتشار استلاح النووي ايه؟ ايوة بتنادي بزيادة امتلاك استلاح النووي عشان ده بيساعد في تحقيق استلام ياه اوه رأيها ايه بقى ان مستحيل دولة تنادي بتطبيق استلام وهي دولة ضعيفة ماينفعش دولة معايش نووي تروح لدولة معايها نووي تقول لها عايزين نحقق استلام لازم اللي عايزي طالب بتحقيق استلام لازم تكون دولة قوية انا طبعا كنت مستغرب في الاول وبعدين فهمت يا توصو دي يعني مش هينفع تدخل بشبوما على واحد شاي المدفع رشاش وتؤمره وتقول له نزل سلاحك وإيه لا وإيه لا يا جداع انت هيقول لك امشي من قدامي بدل ما تخسرني عيار في سنة 48 الصهينة اعلنوا اقامة دولة اسرائيل خلال 3 شهور من الاعلان ده ساميرا موسى دكتورة ساميرا بقى وقتها اسسية هيئة للطاقة الزرية في مصر والمصر وكان عمرها وقتها كان 31 سنة وادرت في الوقت ده برضو تعمل مؤتمر في كلية علوم عندها وكان اسمه الزرة من اجل السلام الزرة من اجل السلام ايو انت اسمها صح وكان عميد كلية علوم في الوقت ده دكتور علي مصطفى مشرفة وما ادراك يعني مين هو المؤتمر ده شارك فيه عدد كبير من العلمة كان مؤتمر ناجح ما كانش واقع ولا حاجة ومن دول كتير في العالم وساميرا موسى عملت المؤتمر ده ليه امنيت ساميرا موسى ان علاج السرطان يكون بالزرة زي اللي سبرين كده امريكا بقى ايه ماتت عليها وحاولت تجنسها باي طريقة ودكتورة ساميرا رفض بعد بريطانيا سفرت لامريكا عشان تكمل دراسة في جواب من جواباتها كده بقيت لابها كلمتين عن امريكا يتدرسوا كان بتقول لابوها ان هنا في امريكا الناس ما عندهاش عداية ولا تقاليد زي اللي عندنا في مصر وان الاوضاع في امريكا كلها ارتجالية مفيش ثوابت وان الامريكان دول خليط من شعوب مختلفة واغلبهم بيتصرف زي زائر غريب سافر لبلد عشان ما اعتقد ان ما فيش حد هناك هينتقد افعاله لانه غريب يعني البلد اللي ما تعرفش حد فيها يمشي وزغرت فيها في سنة اتنين وخمسين جات لدكتورة ساميرا موسى دعوة تروح تعمل ابحاثها في معمل جامعة سانت لويس في ولاية ميسوري في امريكا ومسكوا فيها بقى وفضلوا قلولها خليك معانا طب خدي الجنسية رفضت المصرية قبل رجوعها بقى من الزيارة دي جالها دعوة لزيارة معامل نووية في كاليفورنيا في الضواحي بتاعتها وده يوم خمسة تمانية سنة اتنين وخمسين اليوم اللي هيستشهد فيه بإذن الله في طريق كاليفورنيا في حتة عالية هي الحتة دي اللي ترتب فيها كل حاجة يا دي اللي جات عربية نقلة رح تجاي واخدى العربية بتاعتها رميها من فوق اختفاء عربعين متر فدي كده حادثة بينا انها حادثة لا وما ضحوش بالسواق عشان تبني انها حادثة السلطات لما جات ونزلت العربية ملاقاتش السواق موجود في العربية ولا لو في حتة ومتعرفوش عليها وإدارة المعمل اللي هي كانت رايحة تزورة قالت لهم والله اي منع انا ما بعدتش عربيات تجيبها ولا اعرف اي حاجة احنا عزمناها بس والسواق ما يخص نوعش وانا بدور بقى لقيت ناس قالت اسباب كده ايه يعني انا ما اقنعتنيش بس امانة العرض تلزمني ان انا اقول لكم الناس دي قالت ايه برضو ممكن انتو تقتنعوا ان هي مثلا قالت في رسالة من الرسائل لابوها لو كان فيه في مصر معمل زي المعامل اللي موجودة هنا كنت عملت للمصر حاجات كتير جدا وانها في اخر رسالة منها لابوها قالت فيها برضو ان هي قدرت تزور المعامل الزرية في امريكا وانما ترجع مصر هتقدم لبلادها خدمات جليلة والنهاية هتقدر تخدم قضية السلام اهم حاجة يمكن في الجوابات دي ان هي كانت ناوية تعمل معمل خاص بيها في الهرم محافظة الجيزة يعني طبعا كلها صابع للتام هنا مش هتشاور غير على جيش الصهينة قتلة الاطفال ملوك عمليات القتل ملوك الغدر والخصة والندالة ملوك الجريمة المنظمة على وجه الارض جهاز المساد الصهيوني عايز اقول ان دكتورة ساميرا موسى ماتت 35 سنة عايشت اكتر مننا بكتير جدا ولسه عايش ان شاء الله اليوم الايام فين انجازاتك انت؟ السؤال ده مش تعقيد طبعا انه زي زيك عصا هي مش بنتختي ولا انا بعيرك انا متعقد زي زيك ان انسان ينجز كل الانجازات دي في الوقت القليل قوي ده 35 سنة دول يخلوك تبص تقول يسوي كان انا اقدر اعمل اي حاجة 35 سنة عملت حاجات احنا كل واحد فينا محتاج له 200 سنة عشان يعمل شوية من اللي اعملتهم دول وانا في الفيديو حاولت اختصر بس عن نفس انا لما بتعقد كده من حد خيالي عقل وفز بينجز كتير في اقل وقت وكمان بيبقى الاول في الحاجة اللي شغال عليها بحاول اتعلم منه اي حاجة لان انا بحس ان اللي عامله ده حاجة بالنسبالي من المستحيلات ده فبحاول اقول ينفع ببص بقول طرح ما هو اقدر احنا نقدر انا عارف ان هي اللي عاملها كتير اوي بس على الاقل نقدر الربح انا اقدر واحد من عشر ساميرا موسى كانت بتقرأ في القرآن وكانت حافظة منه اجزاء كانت اول عالمة زرة مصرية واول معيدة بكلية علوم شاركت في حاجات كتير اوي شاركت في مشروع القرش عشان يتعمل مصنع محلي اللي صناعته انتاج الترابيش شاركت في جمعية الطلب الاستقافة العامة عشان تشتغل على محو امية الريف المصري شاركت في جماعة النهضة الاجتماعية عشان تجمع تبرعات لمساعدة الاسر الفقيرة في انشاء علوم الجبر ومقالات تانية كتير اتكلمت فيها بقى عن الطاقة الزرية وقصرها بتضر الحاجات ازاي وطرق الحماية منها والزرة دي نشأت ازاي وتكونت ازاي وتطورت ازاي وازاي الزرة تقدر تضمر عالمنا ده والسادة تكرمها سنة 81 هي توفت 52 قدر روحها وسام العلوم والفنون بالطبقة الاولى واسمعت حط على مدرسة في قريطة وعلى معمل من معامل الكلية اللي كانت فيها وطلع قرار في سنة 98 بانشاء قصر ثقافة في البلد بتاعتها باسمها وقصتها تسجلت سيرة ذاتية بعنوان اغتيال العقل العربي طبعا كانت هتفرق معنا جدا دي قص الدكتورة ساميرا موسى اللي هي تعتبر تاج شرف يتحط على رأس اي حد فينا يا رب القضوة بتاعت النهاردة تكون فادة الناس ويعرف حد يطلع منها باي حاجة نساعد ان تاريخنا يبقى موجود والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته